تواصل مستمر مع شبكة مرسلين في كوب 27 أجرى موفدة تلفزيون المصري إلى هناك يوسف عبدين لقاء خاصا مع أستاذ الهايدرو ديناميكا البحرية والطاقات المتجددة بجمعة ستراثي كليد الإسكتلندية وذلك على هامش فعليات مؤتمر المناقب 27 بشارم الشيخ نتابع مشاهدين الكرام نرحب بحضراتكم في تغطيتنا المستمرة لفعاليات مؤتمر الأطراف لتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 قمة التنفيذ من هنا من مدينة السلام مدينة شارم الشيخ ويسعدنا في هذا الإطار أن نصديف الأستاذ الدكتور إسلام أمين أستاذ الهايدرو ديناميكا البحرية والطاقات المتجددة بجمعة ستراثي كليد الإسكتلندية دكتور إسلام نرحب بك معنا وبداية حدثنا عن مشاركتك اليوم في جلسات يوم المياه ألف شكر لحضراتكم أستاذ يوسف على الاستضافة الكريمة وألف شكر لمشاهدين حضراتكم من القناة الأولى في كل مكان كانت النهاردة يوم جميل شايق بدأنا بسيشان أنا عرضت فيه شورلي عن التغيرات المناخية وتوليد الطاقات المتجددة واستخدامها في إنتاج مصادر المياه الغير تقليدية إلى أي مدى مسألة المياه ملاف المياه مهم جدا في أزمة التغير المناخي وطبعاً مصر دلوقتي موردها المائية من كذا سنة كمان مش دلوقتي بس لم تعقل كافية لسد احتياجاتها ده خلى طبعاً القيادة السياسية ورئيس عبد الفتاح السيسي برؤيته أنه هو يستعد للفترات الصعبة بالتركيز على استخدام تحليط المياه البحار بحيث أن نحن نبقى مستعدين كفاية ونعيد استخدام المياه كمان بحيث أن يبقى عندنا مخزون كافي ويسد احتياجاتنا المائية نحن نركزين في شغلنا في ستراس كلايد وجامع بورسعيد ومركز بحوص الصهرة نعمل تعاون مشترك في مشاريع مشتركة بدعم من صندوق العلوم والتكنولوجيا المصري ومثيله الإنجليزي نيوتن ومركز بريتش كاونسل في مصر أو مجلس الثقافي البريطاني نعمل مشاريع مشتركة في كيف نستخدم الطاقة المتجددة في أن ننتج مياه عزبة للاستخدام طبعاً هذه نقطة حارجة لأن نعيش فترة التغييرات المناخية فلو نستخدم مشتركات البترول في تحليات المياه يبقى لا نساعد البيئة يبقى الجيل اللي نصلحه من هنا نفسده من الجنب الثاني فطرحينا أننا لازم للاستدامة أن نستخدم الطاقة المتجددة في إنتاج الفريش ووتر بدل الفصل أو مشتقات البترول هذا من نفسنا لأن الدولة تنتهجه المشروع الذي أعرضته اليوم هي فكرة مبتكرة هي مشاركة ما بين جامعة ستراسكلايد في سكوتلندا ومركز بحوث الصحراء بكيات أستاذنا الدكتور عسام شوقي ومن الجانب الإنجليزي بروفيسور أركانو تاركوس مشروع قيم جدا نحن نطرح فيه محاطة تحلية عائمة تدار بطاقة الرياح نحن لدينا طاقات الرياح في مصر جيدة جدا لدينا هاي بوتينشل في بعض المناطق ولم تكتشف أو ما دخلنا الشغل فيها لسه فنحن نفسنا نعمل هاي سبوت كده للنقطة دي نحن نركز فيه مزارع الرياح على الأرض الزعفرانة وجبل الزيت وكلها مشاريع مهمة جدا ستضيف لقدراتنا لكن المستقبل هو التقاط البحرية اللي قدام الشواطئ دي أنا أسيب الأرض أستخدمها في مشاريع سياحية وتنموية وأدخل البحر لأن البحر سيوفر لي سرعات رياح أعلى منه على الأرض سيوفر لي مميزات أخرى مثل الوحدات العائمة تستطيع تشيل تيربينات أكبر بكثير من الأرض يعني نحن عندنا 2 ميجا تيربينا على الأرض يمكن في مشروع الزعفرانة يمكن أقل من كده كمان لكن في الحاجات العائمة نحن بتصميماتنا نقدر نوصل لـ 15 ميجا واط يعني تقريباً خمس أضعاف الكباستي بتاع الأنشور فنحن أقلنا محطة بلاد داعي أن هي استراتيجية للمصر بصراحة لأن هي محطة عائمة متنقلة فأنا ممكن أن أقلها على الشواطئ لخدمة المواني وخدمة المجتمعات الصغيرة اللي بعيدة عن الشبكة القومية بدون حاجة إن أنا أقمد بايبس أو أقمد إنفاستركشور ممكن تكلف الدولة لا ده أنا حروح المنطقة الكوستل البعيدة وحبتدي أوصل هوز إنتاج المحطة يتوصل على خزان على الأرض وأبتدي أعمل دستروبيوت على الناس اللي بتخدمهم المحطة ونستفيد بالمحطة من غير ما نعمل المحطات تاعة بالضبط كده ده طبعاً حيتيح للدولة مميزات أخرى ما كناش نحن نقدر نتكلم عنها إن المحطة العائمة دي ممكن تصدر المحطة الأرضية أنا لو في وقت من الأوقات ما بقيتش محتاجها لأي سبب كام أنا مش عارف أنقلها اللي رأي نعمل لها إحلال لكن المحطة المائية أنا ممكن أنقلها المكان تاني في بعض المواني أو بعض المدن الساحلية بتاعتنا موسمية يعني زي مثلاً يعني مدينة مرسا مطروح دي مدينة موسمية بامتياز بالضبط فهي عندها تقريباً محطات أرضية بتشتغل بس ثلاث شهور صف وباقي كله ما لهاش السردام لكن أنا لو محطة زي ده هي تروح الثلاث شهور بطوع مرسا مطروح وبعد كده أسحبها لمكان تاني أنا حوفر مبالغ كبيرة على الدولة وفي نفس الوقت لقدر الله في حالات الكوارث الطبيعية أو الإمرجنسي زي ما بنقول أنا ممكن أسحبها وديها في المكان ده يعني أنا متخيل إننا نحن النهاردة في شرم الشيخ رشاء الله يعني نجاح رهيب بس الكباسي بتاعت شرم الشيخ عالية جداً لو عندي واحدة زي دي قادر أجيبها وتشتغل أساط بالضبط خفر الضغط فكرة مهمة جداً زي اللي طرحتها دي دكتور إسلام ومشروع أعتقد أنه مشروع استراتيجي وقومي زي ما عدك أشرتك عملت مسألة تنفيذه بقى دور القطاع الخاص ممكن يكون إيه في المسألة دي؟ هل هي موضوع برضو القطاع الخاص بيبحث عن ربح من مشروعات الطاقة المتكددة أو أي مشروع يدخل فيه؟ المشروع ده إزاي نقدر نتعاون مع القطاع الخاص من خلاله؟ سؤال كويس جداً لأنه طبعاً مش كل حاجة ممكن نقول الدولة عملي كذا عملي كذا عملي كذا أنا أعتقد المشاريع اللي زي دي مهمة للقطاع الخاص دي واحدة بحرية بامتياز بنساميها Offshore Structure ممكن أي ترسانة بكباستي كبيرة تدخل في إنتاجها بالتعاون مع القطاع الخاص أن القطاع الخاص دلوقتي يدخل فيه بشرية تحلية يعني بالنسبة على بروتوكولات تعاون مع شركات سواء كانت محلية أو عالمية مهتمة بإنتاج المياه وتوريدها للدولة فإحنا ممكن نطرح مشروع زي ده على إحدى هذه الشركات أنها تتبنى سيبقى لها عائد اقتصادي كويس جداً لأن نحن نشريد أبحاث دولية للمشروع ده تقريباً تسعة أو عشر أبحاث من ضمنهم دراسة اقتصادية أثبتت نجاح المشروع ومقارنته كمان بالمحطات الأرضية يعني عملنا مقارنة ما بين المحطة بتاعتنا ومحطة أرضية وطلع بعد ما حسبنا تكلفة الأرض وتكلفة المنشآت البحرية وتكلفة التربينة والكلام ده طلع اقتصادي جداً ودلوقتي بنشتغل على يعني حتة كويسة جداً أن احنا المحطة بتاعتنا كان الفول سكيل بتاعها أو التصميم الأكبر بتاعها عشر تلاف متر مكعب نحن دلوقتي بنحاول نزود الكاباسي دي لغاية 75 ألف متر مكعب يومي يعني تقريباً محطة كومباكت محطة رئيسية يعني عندنا محطة بتاعت الجلالة 150 ألف متر في اليوم محطتين زي دولي ينتجوا نفس الانتاج غير إن أنا ممكن أعمله هب يعني أنا يبقى المحطة نفسها بتنتج مياه وكذا تربينا عيمة جنبها بيتجيب إنتاج فأحنا عندنا مشروع متكامل نفسنا الدولة تستفيد به مستعدين لصنع القرار لو عنده أي استفسارات بخصوص هذا المشروع في نفس الوقت المشاريع بتاعيتنا R&D بننتج منتج نهائي فأحنا عندنا من المشروع ده محطة صغيرة كناموذج صغيرة خمسة متر مكعب مياه موجود حالياً موجود حالياً في أحدى بحطات مكس بحص الصحراء في را السدر في را السدر المشروع ككل موجود في دولة معينة ولا لسه أصلاً؟ لا 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 دي يعني هيكون لو ما يتنفس في مصر إن شاء الله هيكون أول مشروع من النوع في العالم آه هو طبعاً في وحدات عائمة بتدار في السعودية بتدار بالوقود الأفوية آه لكن احنا دي أول ديزاين آآ من نوع آآ بكباستي يمكن أعلى من الكباستي بتاعة آآ شاكتنا السعودية آآ وبتدار بطاقة متجددة آآ سحن لك آآ زميل يوسف عبدين آآ